اهلا بكم الى حكاية بوست ننقب عن اكثر المنشورات والتغريدات تفاعلا لدى اليمنيين والتي حظيت بردود افعال كبيرة واثارت جذلا في الاوساط اليمنية عن منظمة مواطنة عن جناح الحوث الناعم الذي يحظى بدعم اممي ودولي في اهن حيث رحبت منظمة مواطنة لحقوق الانسان كما تسمي نفسها بتسلم الامم المتحدة مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في العاصمة صنعاء في هذه التغريدة التي رحبت فيها منظمة مواطنة رحبت منظمة مواطنة لحقوق الانسان بتسلم الامم المتحدة مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في العاصمة اليمنية صنعاء مكتب المفوضية السامية اقتحمه الحوثيون صادروا كل محتوياته وعبثوا وفعلوا كل الأفعيل بحضور منسق الشؤون الإنسانية والمنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس ووزير خارجية وشؤون المقتربين جمال عامر وصفت وزير خارجية الإرهاب والانقلاب بوزير الخارجية حتى أن تقول إلى وزير خارجية الحوثي أو أمر الواقع أو غيرها من الصفات التي تتحدث بها وتدعي أنها محايدة دعونا ماذا كتب النشطاء عن هذا الاعتراف مواطنة أو هو طبعا ليس اعترافا هي أيضا تعمل وفق أجدات الميليشيا الحوثية وتبيض جرائمها فقط وهي متخصصة فقط ضد اليمنيين وحسب نبدأ بما رد رياض الدبعي الناشط الحقوقي يتحدث عن سلسلة التغريدات التي كتبتها مواطنة عن التقييم والمراجعة ليكتشف عن أهم المراجعات التي دشنتها هذه المنظمة يقول يوم أمس نشرت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان سلسلة تغريدات عن التقييم والمراجعة لكل أعمال مواطنة وأكدت بأنها أجرت عملية تقييم معمقة على مستوى العمل الحقوقي والمالي والإداري لم تمر سوى 24 ساعة من عملية التقييم حتى وصفت المنظمة المدعو جمال عامر بوزير الخارجية يضيف دون الإشارة إلى أنه وزير خارجية في حكومة المتمردين الحوثيين غير المعترف بها دولياً أما الناشط إياد قاسم فقد أيضاً كتب عن مواطنة قائلاً مواطنة لحقوق الإنسان تصف قيادياً بميليشيا الحوثي جمال عامر بوزير الخارجية وشؤون المغتربين لم يعد الأمر خلف الستار تكشف مواطنة كل يوم عن حقيقة أجندتها وولائها السياسي للجماعة الدينية الحوثية وهو أمر ليس مستغرباً لمن يبحث بخلفية القائمين عليها لقد تم تأسيس مواطنة لمواجهة الخصوم يضيف إياد لمواجهة خصوم الحوثيين فقط ما هو مستغرب أن هذه المنظمة مولها الاتحاد الأوروبي وخارجيات دول أوروبية طيلة سنوات ولا يزالون أما علاء توفيف قد دد عليها منظمة مواطنة نشرت اسم وصف وزير خارجية تابعة لجماعة إرهابية غير معترف بها دولياً دون توضيح إلى أنه يمثل هذه الجماعة هذا خرق لمبادئ الحياد ولمعايير النزاهة التي لطالما تتحدثون عنها إغفال هذه التفاصيل يضلل الجمهور ويعطي انطباعاً غير دقيق بشأن المركز القانوني والسياسي للطرف المعني أما الدكتورة أمل الحاج فقد وصفت المنظمة بأنها مجرد غطاء لهذه العصابة قائلة أنتم مجرد غطاء للعصابة الحوثية الإرهابية الصحف بدر القحطاني يتساءل قائلاً كيف تتعامل حكومات غربية ووكالات أممية مع منظمة تسمي وزير حكومة غير معترف بها دولياً ووزير خارجية هذا الشخص منتحل بشكل علني شخصية وزير الخارجية اليمني ولو سافر مفترض يقبض عليه بتهمة انتحال صفة موظف دولة وكبير دبلوماسيها يتساءل أما الصحفي صادق الوصابي فقد وجه رسالة إلى منظمة قائلاً إلى منظمة مواطنة الإخوة في مواطنة نشر اسم وصف وزير خارجية تابع لجماعة إرهابية غير معترف بها دولياً دون الإشارة بوضوح إلى أنه يمثل هذه الجماعة وليس الدولة المعترف بها دولياً هو خرق لمبادئ الحياد والدقة ولمعايير النزاهة والوضوح التي لطالما تتحدثون عنها إغفال مثل هذه التفاصيل يمكن أن يؤدي إلى تضليل الجمهور ويعطي انطباعاً غير دقيق بشأن الوضع القانوني والسياسي للطرف المعني أما مشير المشرعي فقد أيضاً كتب تعليقاً على منظمة مواطنة يقول من أخذ يتساءل من أخذ مكتب المفوضية واختطف الموظفين طيب وضحوا هل صاحب المبنى رفع عليهم الإيجار وغلق المبنى ولا المقود اختطف الموظفين عشان ما سددوا حق القات يتساءل ساخراً من هذا البوست الذي يعترف بالحوثية إذن مشاهدين الكرام بهذا نكون قد لازال لدينا تعليق آخر أيضاً الدكتور نجيب جعفر لازال لدينا دكتور نجيب جعفر الذي علق عن مواطنة يقول اسمكم مغالطة لحقوق الإنسان